بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي مهندس احمد محمد السامكين ان شاء الله هنكمل سلسلة الثيرمو دايناميكس من كتاب ثيرمو دايناميكس ان انجينيرنج افروتش ليونس شينجل وميشيل بولز الاصدار الثامن ان شاء الله انت معنا مع سيكشن خمسة في شرطة هنفعه يتكلم على الانترنال انهجي الانثالبي والسبيسيك هيت للصوليد زوير الليكوود زي ما قلنا بالكده الاسبيسيك هيت هي عبارة عن كمية الانهجي المطلوبة علشان تزود تزوجد درجة الحرارة بتاعة واحد كيلو جرون من المادة درجة واحدة سي لزي وقلنا ان احنا بنتعامل مع النوعين من السبيسيك هيت اد كونستانت فريشا سي بي والسبسيوك هيت اد كونستانت فوليوم اللي هي سي بي. لما نتكلم على الصوليد والليكويد زي نلاقي ان الصوليد والليكويد هما انكم بريسابول سبستانسز معنى انكم بريسابول سبستانسز ان هما مواد السبسيوك فوليوم او الدنسيتي از كونستان وبالتالي في الحالة دي هلاقي ان سبسيوك هيت اد كونستان فريشا او سبسيوك هيت اد كونستان بوليوم هما في الاخر قيمة واحدة هسميها سي سبسيوك هيت طيب منيجي نحسب الانتانيتي قلنا ان الدلتا يو او دي يو بتساوي السي في دي تي في الحالة دي هي نفسها السي سميها سي دي تي التالي لو انا عايز احسب الدلتا يو بتساوي يو اتنين مقص يو واحد هيساوي تكامل من نقطة واحد لنقطة اتنين للسي وف تي دي تي طبعا قلنا بنستعيد عن التكامل ده بدل عملية التكامل بناخد السي افرنج عند تي افرنج وبنقول دلتا يو في الحالة دي هتساوي السي افرنج في دلتا تي عارفين اله بتساوي اليو زائد البي في لو خدنا التفاضل للكلام ده هلاقي ان الدي اتش هتساوي الدي يو زائد قيمتين مضعومين في بعض او متغيرين مضعومين في بعض تفاضلهم الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول الاول بما ان انا قلنا ان احنا بنتعلم مع اذا اذا ندعو نقول ان الدي اتش بتساوي الدي يو زائد البي دي بي اذا من المعادلة دي ندعو ندعو دلتا اتش هتساوي دلتا يو اللي احنا حطينا قيمتها سي افاج دلتا تي زائد السفف بوليوم بي دلتا بي طبعا بي هتساوي معي لانها ما بتتغيرش ودي بي تكملها دلتا بي ونفس الكلام الواحدة هنا كيلوجول لكل كيلوجول الدلتا اتش دي هافضل من حالة لو اتكلمنا في حالة السولد الدلتا اتش بتساوي الدلتا اتش بتساوي في الدلتا تي ليه لو جدها في معادة الدلتا اتش هنا في حالة السولد السفف بوليوم بتكون قليلة جدا نقدر ان احنا نهمل الجزء ده وبالتالي دلتا اتش تقريبا بتساوي في الدلتا تي حالة التانية في حالة في حالتين في حالة التالي حالة لو انا عندي كونستان تكون ترجع ترجع وحالة التانية كونستان ترجع في حالة كونستان ترجع هلاقي ان في معادة دلتا اتش هيبقى بيساوصف وبالتالي هيبقى هتساوي في حالة الكلام بتالي هتبقى بيساوصف يبقى الترمى ده كده بيساوصف هيبقى هتساوي في دلتا طيب ازاي نستغرب الكلام ده في حل المسائل ده اللي هنشوفه بعد شوية مسألة الرؤولة معنا المسألة يقول مكوى خضرتها الف وات مصنوع من السفن بتاعه نص سمتي مدين الكثافة بتاعته 2770 كيلو جرام لكل متر مكعب و 875 جول لكل كيلو جرام سليزيوس سبيس بليت هتسرفيس اعريا اوف 3 متر متر سكوية سفصية بتاعته 3 متر سكوية تمبتشة بتاعتها هي نفس تمبتشة بتاعت الامبئيان تاعت الانبئيان تاعته عند 22 سليزيوس تحصيل التسعيل الماء من الهيت اللي بتتولد فيه هي رس اللي بتوصل للبليت عايز يحسم المينوم تايم نايده فور زا بليت تنبريتشور تو ريتش متين سليسس اقل وقت هيحتاجوا البليت عشان توصل التنبريتشور بتاعته لمتين سليسسس دلوقتي المكوى القدرة بتاعتها والباور بتاعتها الف واط اللي بيوصل للبليت تسعين في المية بس دي بأول حاجة اللي قدر نجيبها نقدر نجيبها هي الباور الفعلية اللي بتوصل للبليت اللي هي الديو دوت بتاعت البليت بتساوي تسع من عشرة في الف واط يعني بتساوي تسعمائة واط دي بكيو ضد اللي بتوصل للبليت طيب نطبق بيقول ان الـ نقص الـ بتساوي دلتا الـ بتاعت السيستم يعني بيساوي دلتا الـ بإهمال الـ اللي هي الهيت بتاعة البليت او الهيت اللي وصلة للبليت اللي هي الـ نقص الـ ما فيش يبقى الـ بصر الكلام ده بيساوي الدلتا يو تساوي في دلتا تي الـ اللي هي الـ هي الطاعة بتاعتها نضعها في الدلتا تي او الزمن يدينا الـ الـ بتساوي الـ دلتا تي الـ دلتا تي اللي هو الطاعة تخلي دي اسمها الـ دلتا تي بتساوي الـ الـ عايزين يجبها السي ميدالي تنمية خمسة وسبعين الـ دلتا تي هو عايز يوصل البليت لمتين سليزيوس وفي البداية كان عن اثنين وعشرين سليزيوس يبقى نقص نجيب الـ م نعوض نجيب الدلتا تي الـ الـ بتساوي الكثافة في الحجم وبتساوي الكثافة اللي هي زي ما هي الحجم هيدا بيساوي انا عندي الثيكنس بتاع البليت وعندي الـ اضرب الـ في الثيكنس الرحل اللي هي الدينستي في الثيكنس نص سنتي بعد عشرة 或سسانة في المد في مد متر سكوير. نحسب الام. هتطلع بتساوي. اربعة واحد. خمسة خمسة كيلو جوري. دي من نسبة ليه المتس. طيب نعود بقى نجيب الدلتا تي. يبقى اذا. الكل دوت ان اللي هي تسعمية واط. في الدلتا تي اللي احنا عايزين نحسبها. هتساوي. الام بوينت اربعة واحد خمسة خمسة. في السي تونمية خمسة وسبعين. جول لكل كيلو جورم سليزيس. في متين ناقص اثنين واشن. اذا الدلتا تي من المعادلة دي. خمسة تطلع بتساوي. واحد وسبعين وتسعة واحد سكت. ليه كده المسألة الاول. المسألة التانية هي مسألة اربعة واربعة وثمانين بيقول لي لونجس الانترين كالستيل ريوت. ريوت جول لكل كيلو جرام سليزيس. اوف تمانية سنتيمتر ديمتر. الديامتر بتاعه تمانية سنتيمتر. بيتم معالجته حرية. بانه بيتم سحبه خلال اه اه اوفن بسرعة اثنين متر على الديئة. اد تسعمية سليزيس. بنا عندي اوفن. بيعدي عليه السلندريكال اه اه بسرعة اثنين متر على الديئة. افزا يود انترن تلاتين سليزيس. هو داخل الاوفن. داخل تلاتين سليزيس. وبيطلع عن تلاتين تلاتين سليزيس. عايز يحسب. عايز يحسب. عايز يحسب. عايز يحسب دلتا الاي للسيستم. الاي ان طبعا انت عندنا نعتبر مثلا ده الاوفن بالشكل ده. عنده تسعمية سليزيس. وفيه سلندريكال رود. بورستروني بالشكل ده. يعد من الاوفن. بيدخل عند تلاتين سليزيس. وبيطلع عند سبع وماني. وميديك الدرامتر بتاعه تمانية سليزيس. لو خدنا الاستير رود ده. هو عبارة عن السيستم بتاعي. فبالتالي. الاي ان. اللي داخله لريود ده. وعبارة عن الكيو. اللي بتنتقل من الاوفن لريود ده. يبقى عندي هنا فيه كيو ان. ومافيش اي كيو قوت. فبالتالي هيجي هنا الاي ان هي الكيو ان. نقص الاي قوت مافيش بصف. يبقى بتساوي. الدلتا اي اللي هي الدلتا يو باهمال يعني بتساوي الام في السي في التينين نقص التي واحد. احنا هلين نحسب الكيو ان. فبالتالي ما هجيني الام. هجيني السي التينين والتي واحد. التينين هو مديهالي. بسبعمية. والتي واحد. بثلاثين. والسي مديهالي. ايها لك. وقيمة الام دي اللي احنا محتاجينها. الام بتساوي. ورو في الفي. بتساوي. رو. الفي بتاعت السي مديهالي رود هي الطول بتاعه في الدينة او في الارية. يبقى مضبوره في ال ا في ال ال اللي هو طول الرود والال اللي هي الارية بتاعت سطح المستوالي للرود. يبقى بتساوي. رو. والل زي ما هي. و. ال اه بتساوي. باي. على اربعة. دي سكوين. طيب. يبقى بتساوي. للوقت ال ال هو مش مديني ال ال بس قال لي ان بيمشي بسرعة اتنين متر. في الدقيقة. يبقى كل دقيقة. بيعدي اتنين متر. فهنا افترض ان الطول هنا اتنين متر. وبالتالي يبقى سبعة تلاف تنمية تلاتة وتلاتين. في الطول اتنين متر. في باي. على اربعة. الديمتر. بتمانية سمتي. اضغره في عشرة. واستسالة باتنين. عشان احاوله المتر. الكلام ده. سكوين. هتطلع قيمة. ال ال ام. هتساوي. تمانية وسبعين. بوينت. خمسة وسبعين من مية. كيلو. جرم. ده كده بالنسبة ليه ال ال ام. اذا. نقدر نقسم. هتساوي. ال ام. اللي هي. تمانية وسبعين. بوينت سبعة خمسة. في السي بوينت اربعة ستة خمسة. في دلتا تي. تتنين سبعمية. نقص. تي واحد تلاتين. نقدر نطلع من هنا قيمة ال كيو ان. هتساوي. اربعة وعشرين الف. خمسمية. وثلاثين كيلو. جول. طلعنا. ال كيو ان. هو عايز. هو عايز. هو عايز. عايز. كيو ان. ضد. بتساوي. الكيو ان. على. دلتا تي. بتساوي. انا فعملت هنا لل ال ال باتنين متر. يبقى الطايم بدقيقة. لو انا فعملت ال ال بقيمة تانية. لازم. تكون. نسبة. الطول. للوقت. بتساوي اثنين الى واحد. يعني اثنين متر لكل واحد دقيقة. لو انا فعملت ال ال اتنين. يبقى اخط الدلتا تي واحد دقيقة. لو انا فعملت ال ال مثلا اربعة. يبقى لازم تكون المنت او عدد الدلتا تي. اه. هنا انا فرض ال 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 بواحد. يبقى ال 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 باتنين. يبقى الدلتا تي. بتساوي. يبقى. كيو ان ضد. بتساوي. كيو ان. اللي هي 24530. على الدلتا تي. اللي هي واحد. في 60 عشان احولها لسكن. هطلع. ربعمية وتسعة كيلو وقت. دي كده تاني مسألة معنا. تالت مسألة معنا. المسألة عن طاعة 85. بيقول. جهاز الالكتروني بيستهلك 25 واط. المسألة بتاعته 20 جرام. انا عندي المسألة 20 جرام. جهاز الالكتروني بيستهلك 25 واط. الاسبسيفيك هيت السي 850 جول لكل كيلوغام سليزيوس. فضيلة مشغله لمدة 5 دقائية. بالدلتا تي. ساوي 5 ميينت. منت. and then off for several hours. وبعد كده تفهيته المدة عدة ساعة. during which it cools to the ambient temperature of 25 سليزيس. عايز يحسب the highest possible temperature of the device at the end of the five minute operating period. يبقى اول مطلوب عايز يحسب هو هيوصل لتمبراتر دي او ايه ممكن هو يوصل لها بعد ما اشتغل لمدة خمس دقائل. دلوقتي هنكمل اناعمل افتغط اي 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 كان شكله وليكن شكل ده. دقك هيبقى السيستم بتاعي. وابتطبع عليه الفرس بلو افتغل مو ديناميك. ال en نقص ال e out. بتساوي. delta e لل System. ال en اللي انا هو الجهاز الالكتروني يبدأ دخل له باور عن طريق آآ كابلاء التالي ده يعطيه الوورك يبقى الوورك ان نقص ما فيش اي وورك اوت يبقى ده بزير وما مجابليش سيرة اي وورك اوت. الكلام ده هيساوي دلتا اي بتاع السيستم اللي هي دلتا يو بتساوي ام سي دلتا تي تتنين نقص تي واي. الو ان بتساوي الو دوت ام في دلتا تي بتساوي الام في السي في تتنين نقص تي واي احنا عايزين نحسب تتنين اللي هيوصل لها بعد خمس زائر معاها الو معاها الو دوت ان اللي هو خمسة وعشرين واط في دلتا تي خمسة من خمسة في ستين نحول لها الساكن الكلام بيساوي الكتل لعشرين جروم. هضربها في عشرة وستنب تلاتة عشان نحولها لكيلو جروم في السي تنمية وخمسين جول لكل كيلو جروم سليزيوس في تي اتنين نقص تي واحد اللي هو كان في البداية عند خمسة وعشرين سليزيوس نفس الامبيانت تنبريجر. لازن من المعادلة دي نحسب التتنين هتطلع التتنين هتساوي ربعمية ستة وستين سليزيوس. دي كده المطلوب الاولين. الجزء الثاني من المسألة بيقول لي what would your answer? اجابتك هتكون ايه? لو الديفايس ده were attached to a nus كيلو جرام aluminium heat sink. اللي لو انا وصلته على كتلة قدمتها نص كيلو جرام. بتتخط جمع. Assume the device and the heat sink to be nearly isothermic. وبالتالي temperature بتاعت الاثنين بيتغير مع بعض. يعني انا جبت له فلوك تاني. حطته فوقي. ولاكم بالشكل ده. بحيث لما درجة الحرار بتاعت ده تعلى. تتوزع على الجسمين مع بعض. وبالتالي في الحلقة دي لما نيجي تطبع. اللي بيقول لي. ناقص الاي اوت. هتساوي دلتا الاي للسيستم. هيبقى عندي دلتا الاي ان اللي هي دابلو ان. دابلو دوت ان في دلتا تي. بتساوي. الدلتا يو. ايبقى عمد دلتا يو بتاعت جسمين. دلتا يو بتاعت الجهاز. او الديفايس. ودلتا يو بتاعت. الالومونيوم هيت سينك. يو بتساوي م. سي. تي 2 ناقص تي واحد. الكلام ده ليه الديفايس. زائد. ام في السي. تي 2 ناقص تي واحد. بس المحراضي ليه الهيت سينك. طيب نعمل في المعاضلة دي. هنعمل في المعاضلة دي. دابلو دوت ان اللي هي خمسة وعشرين. في الدلتا تي. في الستين. بيساب. الام بتاع الدبايس. عشرين. في عشرة واستسالب. تلاتة. عشان نحولها لكيلو جواب. في السي. بيساب. بثنمية وخمسين. في تي 2 اللي نحن عايزين نحسابها. نقص تي واحد. اللي هي خمسة وعشرين سليزي. كلام ده زائد. الام في السي في الدلتا تي بتاعت الهيت سينك. الام بتاعت الهيت سينك. نص كيلو. .5 في C بتاعت الهيت سينك مش مديالي هو عبارة عن ايه عبارة عن الومينيوم هيت سينك وبالتالي هنجيب القيمة بتاعته من التابل القيم بتاعت الهيت للسولد والليكويد بتيجي من تابل ايه ثلاثة في الكتاب هنجد تابل ايه ثلاثة عبارة عن جزء ايه جزء للليكويد وجزء للسولد هتبص فيه التابل هتلاقي هنا مجموعة من السبستانسس سواء الليكويد والسولد نفس الكلام مجموعة من السبستانسس وهتلاقي وساطها بعض الخواص الخاصة بالسبستانسس دي من ضمها الاسبسيفيك هيت لايه هنا ده كده بعض الخواص من النوع هنا الاسبسيفيك للسولد طبعا احنا بتكلم على السولد عندنا النوع اللي احنا بندور عليه هنا هو الالومنيوم بالتالي هتلاقي الالومنيوم بديك الخواص بتاعته عند اخطر من تمبريجا او قيمة الاسبسيفيك هيت بتاعته عند اخطر من تمبريجا الالومنيوم هيبدأ عند 25 سليزيس فاضلا انا اخط تقريبا الاسبسيفيك هيت بتاعت الالومنيوم عند 300 كلفن وقيمتها بوين 902 جول لكل كيلو جرام كلفن يعني هنا في المسألة بعوض بالجول لكل كيلو جرام كلفن يعني القيمة بتاعت السيها تبقى 902 جول لكل كيلو جرام كلفن في تي 2.6 واحد اللي هي 25 الاقي عندي المعادلة دي تي 2 هي المجهول الاقي تي 2 وحسب طاقمتها بتساوي 41 سليزيس ده كده المطلوب ممكن نكتب هنا السي في للالومنيوم بتساوي بوين 902 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن فروم تيبل اي 3 بي كده دي تكون اخر مسألة معنا ان شاء الله في النوت بتاعت المخاضرة تلاقيه في تحت الفيديو هتلاقي في مسائل كمان محلولة غير المسائل اللي احنا حللناها مع بعض تحياتي مهندسة احمد محمد سينكان موسيقى